يعني أقدر أقول وعذر المصطلح والسادة المشاهدين برضو يعطى ظهر المصطلح بالبلد كده هو في خبطة اقتصادية جاية أدي المواطن ودي الدولة راحت الدولة وقفة واخدى الخبطة دي في صدرها هي صحيح يا فنان وإيه اللي هتستحمل ده والمواطن كده ما تقلقش كل سنة ونت طيب خليك ورى ظهري أنا حميك ده حرفين هو اللي حصل تدخل الدولة النهاردة كان تدخل رائع مكتمل للجوانب وعلى فكرة لسه بقول لحضرتك أنه لسه الإجراءات ما دخلتش سوء وأول لما تبدأ الإجراءات تدخل حنبدأ نشعر بارتيح والأزمة اللي احنا فيها دلوقتي دي يعني أزمة مؤقتة خبار حضرتك الوقت اللي ادخلت عامك ده لمدة سنة الدريبة العقارية مثلا دي المدة 3 سنين الزيادة في المرتبات دي المدة سنة في ظل أن الأزمة اللي احنا موجودين فيها احنا بنتكلم على كمان شهر الأزمة روسية الأوكرانية كمان شهرين كمان 3 شهور في حرب دين شهر ده كده زيادة المرتبات والمعاشات عمليا سنة و3 شهر آه فاندك أنا بقول لحضرتك أنه عندنا على الأقل سنة هو موجودة معنا عشان الموازنة بدأ من الزيادة بدأ من الشهر ده قبل الموازنة من 3 شهور فأنا دلوقتي الأزمة اللي احاسس بها دي خبار حضرتك أنا احاسس بأسعار تدخم دلوقتي بس كلها جامل الخارج تدخم مستورد يعني الناس بتقول انه عندنا الأسعار تدخم مرتفعة خير الشهرين الفاتو لا ده من الصحيح احنا مستوردين تدخم من الخارج مع ارتفاع أسعار السرعة الأسسية سواء الأخذية أو الوقود بالذات دول أنا مستوردهم منبرد بمجرد لما الأسعار بردت هنخفض بالتالي أنا كمان أسعار هنخفض وبالتالي الحزمة دي كلها هيشعر بيها الموقت بمجرد لما يحصل تسوية في في روسيا ويبدأ البحر البحر الأسود ده يتفتح تاني ويبدأ يقوم لنا المنتجات البترولية منه والمنتجات الجزائية تاني الدنيا هتسترخي بشكل كبير جد بالإضافة لأنه الحزمة ده حصلت النهار ده ان القرارات البنك المركزي مشجعة عدد كبير جدا من المستثمرين انه هو يدخل وده يدخل تدفقات دولاري النهار ده قبل ما يدخل لحظاتك بحوالي ساعتين كان صندوق الاستثمارات الاستثمارات بتاع السيادة بتاع أمارات أبو زابي قال عن دخول لتنين مليار دولار أصول وقبل حظاتك ده ما فيش مفيه مجملات يعني قال أشقاء في الإمارات دايما معنا وإحنا بيدعمهم ما بيدعمهم لو كل حاجة لكن الاستثمارة فيه مفيه مجملات السندوق داخل يشتري أصول جيدة تلقييمة بتاما منخفض زمانات الحضرات لأنه النهار ده مثلا كانت الشركة مثلا تمانها اسبانك من البنوك المهمة يعني ما قدرش أقول اسم يعني الناس كلها عارفة الناس كلها عارفة الاسم اه اه برحظاتك فاحنا داخلين الناس داخلها بتشتري في الوقت دوت لأنه وحس انه فيه أصول جيدة يقدر يشتريها بتبعا أرخص من ما كانت عليه هو في حاجة اسمها ان انا ضخ 2 مليار استثمارات فاقتصاد هاشا اقتصاد ضعيف لا فندم ومستدق ده قبل حظاتك ده مين اللي بيستثمر ده صندوق السروة السياج ده الصندوق اللي بيبمن حقوق المواطنين بتوقع أبو ظبيل للمستقبل يعني السياديك سياديك موجودة عشان طب منحوق الأجيال القادمة صندوق سيادي ده الصندوق بتاع الدول ايه فندم عشان كيبقى لحظاتك انه ما فيش فيه ما فيش فيه مجاملات احنا طبعا نشكر الاخوة الاماراتيين يعني انهما يعني 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 فيه شراكة ما بيننا وفيه تعاون يعني وبكل الخير الكل كسبان بس كده فايه انا اصدر لحظاتك انه الحزمة كانت مكتابلة الأركان مشجعة المستثمر مشجعة المستثمر سواء بقى بمختلف مستويات ويعني بتاع الدين او بتاع البورصة او بتاع السمار اللي بمياشر وعلى فكرة حناش هبمزيب منه لان الدولة قبل اللي كان بيحصل ده أصلا كان عندها اتجاه واسع جدا انها تدعم قطاع الصناعة بشكل واسع وبذلك قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة كانت وزيرة الصناعة كانت عاملة يعني 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 شوية تصرحات وشوية مشروعات مع بعضها كانتقول انها تطرح اكتر من 16 مجمع صناعي المشروعات الصناعة المتوسطة كان عندنا حزمة تحفيزية ندمج فيها المشروعات الصناعة المتوسطة مع حياة كريمة وهي كذا يعني كان عندنا مجموعة من الحاجات دي شغالة وكان عندنا برنامج اصلاح اقتصادي ايطاري او هيكالي بيعدل بنية التشريعات والاجراءات اللي بتحصل في الاقتصاد المصري كله عشان تستثمر المستثمرين للأجانب مع عدوات كان عندنا كمان حزمة تحفيزية لقطاعات الانتاجية 100 مليار جنيه كان البنك المركزي اقتحها لقطاع الانشاءات لقطاع السياحة لقطاع الصناعة عشان تكمل في النموها بمجرد لما الدنيا دي ترتخي هنبدأ نشعر به النمو منطلق ان شاء الله